السلام عليكم متابعي دراما سبورت الأهلي السعودي بيخسر قدام نادي الفيصلي العنيد بنتيجة 2-0 والسومة عم بيضيع ركل الجزاء الأهلي اليوم عانى يا شباب لأن الأهلي بيلعب مع أي فريق منظم أو مشتهد فصعب جداً الأهلي يحقق الفوز أما التعادل أو الخسارة الشوط الأول رغم أنه الاستحواز كان للأهلي لكن الفيصلي كان الأفضل من حيثه التكتيك اللعيبة متقاربين من بعض فيه تنظيم فيه ضغط على اللاعب نادي الأهلي ما عم يعطون الفرصة ليسددوا تزديدات سواء خارج منطقة الجزاء أو حتى داخل منطقة الجزاء يعني فيه كرة واحدة فقط لا غير بالشوط الأول للسومة عدا عن ذلك ما شفنا أي خطورة لأهلي بالشوط الأول وكمان أغلب تمريرات لعيبة الأهلي أما بتكون مقطوعة أو خاطئة أو بتكون تمريرات مفهومة وعادية جداً لعيبة الأهلي بالشوط الأول وحتى بالشوط الثاني كانوا غائبين كلياً عن المباراة اليوم للمباراة الرابعة على التوالي عم شوف علي الأسمري خارج المباراة كلياً اللاعب عم بيحاول لكن ما عم بيأدي دور صانع الألعاب اللاعب رقم عشرة اللاعب اللي بيصنع اللعب بيلعب بيتحرك لكن ما عم بيأدي هذا المركز بالذات سلمان المؤشر بعد الغياب عم بيرجع للأهلي لكن أبداً كان جداً سيء يعني خارج المباراة تماماً بشكل عام ما عرفت أين مت خلص الشوط الأول حسيت أنه وضاع 45 دقيقة بصراحة من دون أي فائدة وهون يا شباب ما بدي حمل اللوم على مدرب الأهلي فلادان يعني لو أي مدرب تاني حيخسر أي مدرب تاني مستحيل يعمل من فريق يعني غير جيد فريق جيد إلا إذا كان متوفر العنصر البشري الدور السعودي اليوم عم في سبع لعيبة محترفين نادي الأهلي فقط عمر السومة ولوكاس ليما الباقية لأسباب مختلفة غير متواجدين فبالتالي تشكيلة الأهلي ناقصة جداً وهون فلادان ما بيتحمل هاي المسؤولية وكمان ما لازم ننسى غياب عبد الفتاح السيري اللي بآخر المباريات كان بصراحة مع المنظومة الهجومية مع عمر السومة وعبد الرحمن غريب كانوا عم بيأدوا على الأقل أدوار هجومية جيدة كان فيه أخطاء دفاعية بخط وسط الارتكاز ما في صانع ألعاب لكن على الأقل من ناحية الهجومية كنت أحيانا بتشوف فيه سرعات فيه حركات فيه فيه لعب أما اليوم مع غياب عبد الفتاح السيري فكان اللعب الوحيد بالشوت الثاني اللي عم بيأدي اللي عم بيحاول يعمل شي هو عبد الرحمن غريب وكمان بالشوت الثاني كان فيه فرصة ثانية حل الأهلي أنه يتعادل بالنتيجة لكن عمر السومة ضيع يعني أكيد هذا الشي وارد أنك تضيع ركل الجزاء وهون ما لازم نبخص حق الحارس مصطفى ملائكة أنا شايف أنه الحارس قرأ السومة بشكل جيد وتابع السومة وعرف إذا بده يسدد ركلة الجزاء فرح يسدد بطريقة قوية لذلك اختار الزاوية حتى قبل تزديد السومة وهذا الحل الوحيد إذا اللعب قرر أنه يسدد تزديدة قوية والسومة معروف بهذا الشي لذلك أنا بشوف أنه ما لازم نبخص حقه للحارس قدم شوت ثاني ممتاز تصدى لعدة كرات وساهم بفوز الفيصلي على الأهلي كمان يا شباب حتى بعد إضاعة السومة لركلة الجزاء يعني ما تغير شي بالأهلي ما حسنا أنه خلص ضاعت ركلة الجزاء لكن لازم نحاول نسترجع القوى ونعيد الحسابات ونفوز أو نتعادل على الأقل أغلب الكرات العرضية والكرات العرضية مع فريق قلوب الدفاع منظمين وقلوب الدفاع بيتمركزوا صح وقلوب الدفاع طوال القامة فصعب جدا تسجل هدف التعادل من كرات عرضية على الفيصلي هون يا شباب للمرة الثانية عم بحكيها مدرب الأهلي فلادان ما بيتحمل هالخسارات وما بيتحمل هذا الأداء لأن المسبب الأول لهذه الخسارات وللمنظومة الحالية وتشكيلة الأهلية الحالية إدارة النادي إدارة النادي اللي مسموح تتعاقد مع سبع لاعبين لكن تعاقدت مع لاعبة بصراحة ليسوا بالمستوى وكمان عدا عن ذلك فأغلب الخلافات يعني ما بتعرف ليش يوسف بلايلي وين يوسف بلايلي ليش راح دي جانيني يعني بعد الكورونا صار في غيابات صار في أزمة بينادي الأهلي من حيث اللعيب المحترفين وكذلك السبب الثاني أكيد لعبة الأهلي القدرات البدنية هون انت لا تحكي لي أنه في كل ثلاث أيام مباراة للأهلي لكن كمان في كل ثلاث أيام مباراة للفيصلي هذا الشيء لكل الأندية السعودية اللي عم تلعب بالدور السعودي فبذلك القدرات البدنية اليوم كانت لصالح الفيصل على حساب الأهلي الأهلي اليوم كان ميت بدنيا بعد القدرات البدنية انت هون عم تحكي عن الفيصل اللي كان عنده الرغبة الرغبة لتحقيق الفوز في صبر في رغبة في إحساس أنه أنا فريق ممكن فوز على الأهلي وممكن أتأهل لدوري أبطال آسيا وهذا الطموح أما لعبة الأهلي باستثناء عبد الرحمن غريب اليوم قدم مباراة جيدة البقية بصراحة مع عمر السومة ما قدم المباراة اللي كنا متأملين نشوفها من هاللعب وبهالخسارة صار رصيد الأهلي 43 نقطة بالمركز الثالث وعلى بعد نقطتين فقط من الفيصلي والوحدة فالفوارق جدا قريبة يعني بيتعثر الأهلي مباراة مبارتين وحتى بيوصل للمركز السابع يعني من المركز السابع للمركز الثالث الفوارق جدا قريبة وفيه إسه أربع إلى خمس مبارايات بالدوري يعني بصراحة الأهلي الآزم ينتبه لهذه الشغلة ويستمر على الأقل بالمركز الثالث وكمان بالنسبة لصراع الفوز بهداف الدوري السعودي عمر السومة متوقف رصيده لـ 16 هدف حمد الله بالـ 19 هدف جوميز كمان بالـ 18 على ما أظن فالفوارق قريبة عمر السومة على بعد 3 أهداف من حمد الله لكن حمد الله اليوم عنده مباراة مع النصر ما بنعرف شو ممكن يصير بالنهاية هذا هو كل شي حابب أحكي عن مباراة الأهلي والفيصلي لازم ما ننسى مبارك للكابتن جهاد الحسين فوز فريق والرائد على الحزم وتسجيل للكابتن جهاد الحسين هدف من ركل الجزاء طبعا الرائد فاز على الحسن بنتيجة 3-1 واليوم كمان فاز الهلال على العدالة بنتيجة 4-0 وسجل للكابتن عمر خريبين هدف من ركل الجزاء بتمنى يعجبكم الفيديو وتكونوا صح وخير وسلامة ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا شكرا شكرا